بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اليوم بدنا نسوي درس تنظيف الأسنان بنبلش بنفتح برنامج ريتش عشان نأخذ من غير صورة مناسبة بنضطر صورة مناسبة هذه الصورة في أسنان على صفار تكون مناسبة أكثر إشياء للشغل نعمل درجة عليها عشان نعمل layer نضيفه اسم نعمل بنروح وبنكون النقطة فرشاية واللون الأساسي اللون الأسود يكون نبدأ نلون نكبل فرشاية شوي حجم مناسب وبنبدأ نلون الأسنان للمسك عاد أسنان بالضبط بنشيل المسكة و بنروح نسكة ننفذ نحن ننفذ نحن نقوم بس على السنان وبعدين بنضيف ننفذ نحن ننفذ 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 نلت نحن ننفذ ننفذ نبذ لا تسوي ايش بنتدع طبيعي بتا الاسنان بس يكون بشكل طبيعي يكون اذيك البيض بنرجع تاني على ال Layers ال Layers بنعف على المسك بتاعت السنان هنا وبنعول له Subtract mask from selection بعدين بنضيف اللي هو Adjustment بنضيف اللي هي Saturation بنضيها قيمة هنا Minus 30 30 تمام وهيك ما نكون بيضنا السنان بشكل طبيعي وواضح لو مشيت المسكة شنشو الفرق هاي الصورة الاصلية هيك لما عملنا شوها التبيض هيك لما شملنا السفار منها عشان بنعمل صورة بنعمل صورة الاصلية الصورة الاصلية الصورة بعد التعديلات بتمنى يكون استفدتم الدرس وان شاء الله لدروس قادمة أخوكم فتاة صبحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر